في الغالب أنا تذاكري مجانية وفي الغالب فنادق مجانية عندي مكتب سياحي وعندي قنوات عين فالفنادق تحاول تستقطبني شركات الطيران هل تتوقع أني أخذ أهلي كل سنة إلى خارج المملكة؟ أنا ما أخذهم كل سنة عشان ما أعودهم على هذه الثقافة، ثقافة السفر الآن كملت أربع سنوات عيالي ما سافر خارج المملكة كملت أربع سنوات ما طلبوا أنهم يروحوا خارج المملكة مع أنه تذاكري مجانية وفنادق مجانية لأنه هذا سلوك لو زرعت فيه هيصبح أنه كل سنة لازم في الصيف أنه يسافر سفر الأسرة هذا مكلف جدا إذا جيت أنت تحسبها تذاكري الطيران والفنادق أنت تتكلم من أربعين ألف وانت طالع يعني فبالتالي والله إني أحزن أحيانا يوم أروح المطارات وأشوف ماشي هو زوج دجار وراه ما شاء الله ستة سبعة أطفال أربع خمسة أطفال وبيش نقط إني أحزن عليهم لأنني أنا مريت في موقف غير فكري من هذا المجال في سنة من السنوات أخذت عيالي مضى عليهم ثلاث سنوات ما سافروا فرتبت لهم رحلة خمسة نجوم وهذه لعبتي تخصصي أنا السفار فأخذت فنادق بيطللات على البحيرة الإفطار في المكان الفلاني على الشلال الفلاني فرتبت برنامج سياحي خمسة نجوم في الصباح زوجتي يعني لبست العيال وجهزت هم جينا خارجين أبنائي متثاقلين الخطوات ما ودهم يطلعون وسمعت ابني خالد يقول لأخوه اللي أكبر منه فات يقول والله لو معانا السني ما طلعنا من الفند هذا الجملة غيرت كثير عندي من المفاهيم لأن متعتي أنا في الشلالات والخضار والطبيعة ليست متعة أبنائي أبنائي قد تكون جلسة أو طلعة استراحة أو ذهاب للنادي المسبح مع أبناء عمته وأبناء خالته تسوى الشلالات والدولة كلها اللي أنا رايح لها لكن أنا ما عندي هذا المفهوم أنا قاعد أعاملوا بتفكيري أنا ما عملتوا بتفكيرهم البنات إذا كبروا وصاروا في سن المراهقة أيضا ما تستهويهم يستهويهم المكان اللي فيه مولاد اللي فيه مقاهي عالمي اللي فيه جلسات